شهدت مطروح سقوط أمطار غزيرة وثلوج أغرقت الشوارع والميادين الرئيسية حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات وقد أعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي بلغات المواطنين بالإضافة إلى المتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية شكرا